الطاعة مقابل القوامة لا يا حبيبي لا يا حبيبي الطاعة من حق الزوجية مش من حق القوامة لأن القوامة قريدي قائمة موجودة لكن افرض انه ما قامش وما خدمش رضي به ليه زوج على زمة أمك ما دون انت مش عايزة طوعية باشا لا فرق العلم سيف يا حبيبي هنا ولا فيه لابس ولا فيه لاخبطة ده انا بقول لها انا بقول لها فاندي مش لحضرتك انا بقول للمشاهدة قوامة يعني تسمع الكلام لا يا حبيبي بتسمع الكلام لأنه مش لأنه ولا ولا واحد جنيه يدفعه حد بقولها انت مرات مين تقول انا مرات سمعة بحفيظ ابن الحاجة النبوية ورادية تسمع كلامه هو ما بصرفش تقول اطلق مش ما تسمعش انا تعرف اللي موجود في المجتمع دلوقتي اسمه ايه زواج مع ايقاف التنفيذ قوامة معه مش عارف ايه معلومات متلاخبطة معلومات غلط ده كده يعني كده ستفهم من القوامة دي يعني رجالة شغالين عندها او طبعا شبال عمى دي كده ويش او مال ايش ولا تجيبها شمال تجيبها يمين طب حوله لا لا تبصى لعنبي البخاري قبل الآخر بطلب تسطر يمين يمين البخاري شوف انا حفظه زي الفتح سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان في خدمة اهله او الدم فين قدموا هو خيركم لا اهله لا ايه فندي مشكل شوف هو كمان ايه الوارد فندي الوارد فندي الكلمة في خدمة اهله بتقولها هو خدمين عندهم طب ياهول جكاين بيقولها النبي بيته كان ايه يا اختي قالت قد بيخدمنا نودها فين احنا يعني يا اخويا مش عجبك ما تتجوزي وليد خايف روح والله احسن حاج يعني يعني احسن له يعني لا وليد ده من السعيد ومن الناس طيبين وحي يسمع الكلام انت بتدحك معه بس لكن هو ده يسمع كلام وبيتعلم وراجل محترب جدا يعني ليه ما نغيرش الشباب ونخليهم يفرحوا وبيدينهم ونخلي البيت تقوله بتعمل ايه هي بتصورة قبل ما تديله ان هو زليلها والراجل هو دايما العلاقة فيها هزم ومهزم وانه قاعد في الملكونة يعني فيها منتصر ومهزم ليه دي ما تشوفش واحد بيقولها تقوله بايه هاني ما استنى اجيبلك والله اجيبلك انا والله اجيبلك انا استنى دهوتش البيت حتبهت لسبب واحد لان ما حدش علمها الخطاب الديني ده هم علموها انه ده الراجل وانت الست يعني ده العالي وانت الوطية الهي وطي ربنا بحالهم في الدنيا والاقرى ما يتصنفعوا لو ما عدلوا دينهم ما حينفعوا ولا حيفرحوا لدنيا والاقرى انا عايز منوتة تقول ايه ده يا محمد حتى لو اتجوزها من الخمس سنين وجاب العائل وزليلها في الخمس سنين يقول لها بكفر ما كنتش عارف من الدين إلا رمضان جانا فلما الدين ما بقاش رمضان جانا وان فيه معنى القوامة ومعناها اننا خدامك لان النبي عسلام كان خدام لأهل بيته وده سيدنا محمد طيب ايه شك